موجة زواء الثالثة عصرا يأتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري فأهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تتحرك على مختلف المحاور لمواجهة تدعيات الأزمة العالمية الراهنة حيث تقوم بالعمل على توافر مختلف السلع في الأسواق وبأسعار مناسبة جاء ذلك خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء حيث أكد مدبولي أن الدولة حرصت عند التحريك الذي طرأ على أسعار المواد البترولية على مراعاة امتصاص الدولة للجزء الأكبر من ارتفاعات الأسعار العالمية وتحميل المواطن الجانب الأقل هذا ووجه رئيس الوزراء بأن يكون هناك تواصل مستمر من الوزراء والمسؤولين وذلك مع البرلمان ووسائل الإعلام المختلفة لشرح التحديات التي يتم مواجهتها حاليا شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحالف الوقود الأخضر ذلك لإقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة لإنتاج 350 ألف طن من الوقود الأخضر سنويا بهدف تموين السفن من جانبه أكد مدبولي حرص الدولة على توقيع المزيد من المشروعات التي تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر بما يمكنها من أن تصبح مركزا إقليميا لطاقة الخضراء كما شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة إيميا باور الإماراتية لإقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج نحو 390 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا وعقب التوقيع أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا التعاون يأتي في ضوء اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار في مجال إنتاج الطاقة الخضراء وذلك لإنتاج هذه الطاقة الخضراء في مصر لما تتمتع به من مميزات نسبية في هذا المجال توصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حقب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 417 قضية مونية بمضبوضات بلغت نحو 122 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حقب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 78 طن السلع غذائية كما تم ضبط نحو 13 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البايع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية أما في مجال الاستلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط ما يقرب من 22 طن سلع غذائية وغير غذائية أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 632 قضية من بينها 110 قضايا خبز ناقص الوزن و100 قضية خبز غير مطابق للمواصفات نيت مجزة الثالثة مشاهدين في تمام الساعة السادسة خدمة إخبارية جديدة تأتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري فإلى المستقبل